اشتركوا في القناة سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة تبدل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء وأولئاء العهود ضمنها سموه صادق تهنيه بهذه المناسبة العطيرة وتمنيته لهم بدوام صحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم الشقيقة اضطراد التقدم والتطور داعيا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات تبدل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود أبر سموه فيها أن خالص التهان بهذه المناسبة الطيبة وتمنياته لهم بمنفر الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة تحقيق المزيد من التقدم والرفعة والرقية مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات